أخ يقول أنا أعمل في بيع السمك أشتري السمك من الصيادين وهو حي وأضعه في حوض ماء في المحل وعندما يأتيني مشتري أقوم بضرب السمكة بحديدة على رأسها فتموت ثم بعد ذلك ونظيفه وأعطيها له هل هذا العمل حرام؟ فإذا كان حراماً فما حكم لحمها؟ هل هو حرام أو حلال؟ بالنسبة للحم حلال لأن السمك أبيح لنا أكل ميتتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان الأصل الدم نجس حرام والميتة حرام بس أكو ثنين من الميتة حلال وأكو ثنين من الدماء حلال فالميتتان السمك هو الجراد السمك يجوز أكله وإن كان ميتاً وفي حديث آخر أن كل حيوانات البحر حلال قال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته فالجراد حلال طبعاً هناك نوع من الجراد يسمى الجراد النجدي يكون كبيراً يكون حجمه كبيراً تقريباً لحمه بحجم لحم الأصفور أو أكثر نفوسنا لا تتقبل هنا لم نعتده في طعم قومنا لكنه حلال على يتحال والسمك وكل ميتة البحر وأما الدمان فالكبد والطحال الكبد والطحال دم متجمد لكنه حلال كبد من الحيوانات مأكلة اللحم كالغنم والبقر والإبل زين لكن يعني خلاص هي حلال أكل حلال لكن بنسبة لعملك هذا تضربها بحديدة حتى تموت هلال حرام حلال حرام أنت تأثم لأنك تؤذيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فإحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فإحسنوا الذبح وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته يعني يكون الشفرة حادة حتى مظل يعني تبري على رقبة الحيوان لما يتأذى بعدين يا الله يموت فهناك آداب للذبح منها أن يتخذ الإنسان أكثر طريقة ريح الذبيحة وأن لا تذبح الشات أمام شات أخرى لأنه عندما تراها ستتألم وتتأذى وتخاف النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يذبح شاتا قرب شات أخرى ثم ذبح الثانية فتألم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد ذبحتها مرتين هذه الثانية ذبحتها مرتين الأولى عندما ذبحت أختها أمامها والثانية عندما ذبحتها فهكذا فبالنسبة لهذا لا يجوز أخي أنت ضربتها على رأسها الواجب عليك أن تخرجها من الماء أي شقدر حتطول هي حية شوية ترفز العرب ستين وتموت السمك يموت خارجا ينتظر شوية وخمو وقف على رأسك وشايل لك سيف هذا المشتري لو تتبع حسل وقص رأسك خلي صبر شوية وانت صبر أما أن تضربها على رأسها لا أخي لا يجوز ذلك لا يجوز أنت آثم الذبيحة حلال أكلها لكنك آثم بأنك ضربتها بهذه الضربة المؤلمة بل الضربة المميتة حرام اتق الله